موسيقى سلام معكم ايمان فيديو جديد مرحبا بكم اليوم معي ان شاء الله في هذا الفيديو جديد اللي غنهضروا فيه على فيسبوك ادس اليوم ان شاء الله خليتكم انكم تشوفوني هيا باش ان شاء الله نحاول وانا كنهضر تفهموني كتر لانه يلا شفتوني غادي تكون نفهم ديالكو ما يكون حسن سنو ان شاء الله في الفيديو جاين ربما سادابون على حسب الفيديو جحل ما بنت لي الاهمية دياله غادي نشوف غير باش ذاك شي غاي سادابون ديال باش تكونوا كما كنقولون انجاجين معي وصل الفيديو باش هيا ان شاء الله هدوز لكم معلومة كيفما هي really اليوم صراحة فيديو ما موجد ليه محتاش حاجة علاش هاد الفيديو ان شاء الله غادي probabilيو ما علي فايسبوك ادس او كي دكن نهار كنا درنا فايسبوك ادس وريتكم كيفاش انكم تبدوا فيسبوك ادس كيفاش انكم تلون صيو فيسبوك ادس المده بشوية غادي ندوزو كيفاش تكراوا الداتا على غير اليوم ان شاء الله فالفيديو هذا بالضبط باش تكراوا الداتا لا أريد أن أضع لكم بلتوشي باور بوينت ونشرح لكم هذا كامل فيسبوك ديسايبو بروفايل فيسبوك ريستركتر او لحة الليمت هذه هي المشاكل التي يوجد الكثير في البنات والدراري ويجعلهم لا يكملون في بزنس ديالهم في باعة الناس اف بيجبنا لكم الحل جميع هذه المشاكل نوفر لكم حزاب بزنس فيريفي بأوراق الشركة و بروفايل مفاعله بايد و معلومات حقيقية زائد فيسبوك بزنس سوف تسكيل البيزنس لكم وتمهني من المشاكل التي قامت دخل هذه النمرة سوف تجد فريق في واتساب لذلك سيجاوبك لجميع الأسئلة التي لديك ركز على مشروعك زائد في مبيعاتك ونسر مشاكل تسدام ان شاء الله أنني ندخلكم موسط واحد من الاد اكاونت اد اكاونت صراحة مهم لديه قليلا 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 من النسبة المبتدئة سوف ندخلكم موسط واحد الاكاونت سوف ندخل الاد اكاونت سوف ندخل الاد اكاونت وهذا يضعه هنا سوف يبال لكم هنا بزاف الديتا هنا من الهم دي لان شاء الله اليوم هو انني سلح لكم كل حاجة في الديتا ماهو كانت تعني واهم من هذا الشي هدا كامل هو نريكم شنو خاصكم تقراوا في هالديتا هذه سوف نبدأ فنعمال الديتا لنعمال الامبرشنز بالمثالよね دعوة المشكلة عالر هذين مهم لنا بزاف هو الامبرشنز اللي جيتوا حتياتوا على الكيرزور هانا شنو كيعني هو شنو كيعني هو شحال كتخلص على الف ديل هان هي هاد هاد مبرشنز IMPRESSIONS هو شحال من واحد بين عنده في الـ fait ذياله ذاك الـ ads لو سوف أضغ شحال من واحد بين عنده في الفيدي الـyd سوف أضغت Athosامploo بأنه غير بين عنده في الفيت ذياله نقدر مثلاً أنا ندخل للفيت ذيالي وما نوصلش تجيب ذيال الـ ads ولكني ندركت تسمى IMPRESSION لحقاش بين عنده في الفيت ذياله لا يقدر يكون دوس بالزربة وان من تلويش قولت ذيال الـ ads ثم ندركت تسمى IMPRESSION وكن نخلص عليه يعني اهل حل كنت قاوم عليه الـ cost صراحة سي بي ام بحل هدف يونيتد ستيت راح مزيان وبزاف سينو مثلا في دول اخرى بحل بات دول فلوروب هدف سي بي ام كيكون متوسط وليقاع ممكن قوله انه طالع لانه كيبطل ربعات لعدة في يونيتد ستيت هذا راح مزيان بزاف لانه في غالبية الاوقات اللي كنتو كتخدموا في يونيتد ستيت وعاد بغي انتخدموه غالبا هنا قد تصادفوا 20 تكتر تل 30 فالسي بي كنتو نطالع وف طبيعا الحل على ال اديونس اللي اختاريتي وبزاف الحوايج هيلكتتتحكم فيه تتحكمو فيه بزاف ديال العوامل ابني من العوامل اللي كيتحكمو في سي بي ام وهو البرودكت اللي كتبيع ال اديونس اللي اختاريتي الكرياتيف اللي راكم تدير وذك والكواليتي ديال ذي الاديونس ديالك اللي انا نشرح لكم كتر أقال بالأمام أن أتواج لكي ي بيع البروداكت X و هذا البروداكت هذا , جمعت له بهذا البروداكت هذا و أعلبه هذا الفيديو على الآن الفيديو هذا ما الأهزئ دائما أن الفيديو يكون HD أم انك نقول HD يعني الهوال تلك الاتجين تصيبون بفضلك طريقة مزيانة التمبنيل تلك التعليف التي تصل بفضلكة طريقة مزيانة هته هو الحوايش الذي يعدوزي و ليكم ذلك الـ CPM لانه مثلا الى جيد صحيبت واحد الفيديو وكانت بخير بقى وذاك شي ما شي هو هاداك فالCPM هنا يكون طالع الروبو يريد شي حاجة لتكون كواليتي هذه اول حاجة ثاني حاجة كلما لديك الكرياتيف ديالك جاهة انجاجمنت كتر ألغم لي كنقول انجاجمنت يعني الناس تنقاجون معها شيرز الكومنت اللايكس هادو كامل كتسمو انجاجمنت ألغم لي كتنقاجون معها الناس في CPM يبقى غديو كهبط لانه CPM ما يبقى اشتابل ربما كل يوم تلقى طالع قد تلقى هابط ولكن مهم او جنرال اذا كانوا احترم تهدد لك خيطة هادو فالCPM يكون هابط والثالث حاجة تتحكم في CPM اللي هدرنا عيفل وهي الوديونس اللي انت اختاريتي وتدولة اللي انت اختاريتي فالوديونس اللي انت اختاريتي من الاحسن انها تكون برود فحاليا فيسبوك كلك يخدم بالاديونسس اللي برود مش هيك يخدم بالاديونسس اللي برود كبيرة يعني شحال ما كانت كبيرة الوديونس ويكون فيها تمية مئتين مليون سيرتو في يونيتد ستايتس راها اوديونس اللي برود و اوديونس اللي مزيانة حاولوا ما تصغرواش على فيسبوك لانه كلما خليتوا الوقت الالغوريثم دي الفيسبوك وعطيتوها واحد كما كنقولوا واحد شساعة اوديونس اللي انتو مختاريتو فهنا كتتخدم لكم مزيان والسي بيام كي يكون هابط عكس الى مثلا جيتو وفرضتوا عليها واحد الوديونس اللي برود مثلا خمسمائة الف ومئة الف فهنا غالبا تقدر اصلا ما يخدم لك اوديونس اللي برود كما كنقول لكم في هالدول لانه كان في دول اخرين ممكن يخدم لكم لحقاش ذاك الشي عنده علاق بل بوبيلاسيون بوبيلاسيون دي الفيسبوك بوبيلاسيون دي الفيسبوك اوكي هذو كاملين كيتحكموا في سي بيام اوكي عنده الثاني حاجة اللي كتهمني من بعد سي بيام ماشي يلين كليكس وليك ما هو الكوست بر كليك هوش حالك نخلص على كل ضغطة زر على لديك لوليان ما حالك نخلص مثلا امني كنتدير لوليان دي الات ديالي حالك نخلص عليها فهنا غادي تشوفوا بأنه الكوست بر لين كليك هو كاملين مزيانين ما هو اللي ماشي مزيان بالنسبة لي دولار الفوق في قاع الماركت ما هي كتر من دولار فهنا كنقول بأن هورا هذا الاؤديونس مخدمش مزيان وفي غالبية الحياة اعطا لكم كنصيحة إليش الكوست بر كليك في الدولار وفي غالبية الأوقات إليك كوست بر كليك في الدولار تفيدك الاؤديونس ما تقعش تسنها توقع تما شيء معجيزة لأن الالغوريثم ديال فيسبوك إلي شافتوا في الدولار سيبقى تما في الدولار كوست بر كليك بالنسبة لي مثلا هذا مزيان فور اكزامبل ها وهنا عندي 1.10 راح في الدولار فوق هاد في الدولار نقدر مديش عليها ولا نقدر ما نشوفها في حالة واحدة وهو رواس رواس شنا هو رواس هو ريترن اون اد سبند شنا هو ريترن اون اد سبند هو العائد ديالذك شيء اللي خسرت اضعكم ايكزامبل ونشرح لكم الرواس من نسبة لي من الناس لا تعرفينه كويك لابن في الزرابة إلي اضطيت مثلا 10 دولار و جاءتني مبيعه ب 20 دولار الرواس ديالي هو جوج ما هو جوج هو هذا الشيء اللي خسرت في فيسبوك تضرب جوجت المرات هو اللي رجع لي كمبيعه ب 20 دولار يعني عشرة ضربت في جوج قولت 20 دولار هي اللي جاءتني كمبيعه رواس ديالي هو جوج وهذا الرواس هنا تشوفوا بأن الرواس ديالي هو 14.55 سوف يضيق سوف يضيق فلوس اللي خلصت في فيسبوك هي 24.10 هذا 24.10 تضربت في 14.55 هلو من اللي تضربت في 14.55 جابت لي 300 جابت لي الإجمالي ديال المبيعه ديال 350 دولار هلو حطيت فيسبوك 24 دولار جاءتني 350 دولار وهي غادة هنا مثلا هنا مشينا لها الثانية فحطيت فيسبوك 413 دولار هذا 413 دولار الرواس كان هو 1888 دولار اوكي هلو غادة الرواس مهم بزاف من لك خطاغ المهمين سوقت لي كيبدا يجيوك سيال من لك خطاغ المهمين لأنه ويجيوك يجبك ويجبك ويجبك فكيف نحكم على ويجبك غالبا نحن نمشي بالبريك الصوار يجبك يجبك يعطي المهمين ويجبك فالبريك ايفن يعني انك مرابح مخاسر الوقاع يجب ان يجيس ان الرواسل قيت عندي 1.5 سوف اضغم مرابح مخاسر حسبو البرك ايفن ديالكم انا صراحة في غيبة الاوقات ما انا حسبوش لانه فيما انا حسبوه راك يخرج كما انا كنت لكم 1.4 و 1.5 بعد ما راكي هبطت الى 1.3 و انا دائما كناخد بالنسبة لي 1.5 هي البرك ايفن الا لكنشي بروضاكت مثلا هاي تيكت و دكشي دك ساعه يخصني انا نحسب لي البرك ايفن باش نعرف واش مربحني او لم يخسرني فالبرك ايفن هنا مهي بزاف انك تعارف علاش مليك تعارف البرك ايفن ديالك فكتعرف واش مثلا الى ان تيجي بريك ايفن ليس مشكلة نخليه لكن في الول كي يجيب لي بريك ايفن نخليه باش يتجمع الداتا الى كان تخسرني تحت البرك ايفن انا ما كي لاش نخليه ممكنش انا بقى نعطيك فلوس وشي حاجه ما قد تخشي فلوس هي بالواقع الى ان ترى ان ترى البرك ايفن هو 1.5 وانا تبارك الله هنه 14.55 هنه 4 هنه 24 هنه 24 هنه 3 ساعدوا كاملين في تلك البرك ايفن مثل هذه الاخر واحدة في تلك البرك ايفن وكي نرى ان ترى الاجمالي كل شي فايت البرك ايفن تبارك الله اذا كنت تعرف واحد حاجه مهم بساف ما يقولكمش الرواس انا اصحابكم ستجيبوا الرواس 14.55 سيرتوب حلده هنا بدي تكن سكيلي وانا سكيلي شو بدنا نجيب هنا مشكلة المرادة في باستوى الماعدة دقيق من الرفيط كل مهان ايه 97 يعني 20 مليون يعني إضافة مليون و تأتي اجيب و قد تكون طالع و لكن الحالة ستأتي و لكن الحالة ستأتي أنت لأنني أبيت الاكساب بالقصر باقي كان أبيت اربح كثير لماذا لأنني أضغت الحالات بين يغلق كنتم من أنكم تكونوا طولوني فاني تصبحوا بالصراحة لا تحتاجوا شرح لهذا كما قلت لكم هذه الرواس من الحواج المهم مهمة اننا نشوفوه. الوقت الرجعه هو مهم ولكن نرمال ما ننقذنا هنا. نقذنا CTR. ما هو CTR هو Link Click True Rate. نقرأ وشنو كتبه لنا فيسبوك باش نفهمه. The percentage of times people saw your ad and performed a link click. سافه دي. البورسنتاج للناس اللي شافوا الادس ديالك وبركوا في الليان ديالك. هذا ستن بورسنتاج هو اللي تسمى CTR. إذا كنت تعرفوا هذه القضية CTR إذا تريدوا التقدم و تستميزوا هذه الشيئة التي هناك. CTR يوجد كثيرا. مثلا CTR All سوف أدخلوا CTR All. CTR All الناس اللي شافوا الاد ديالك وربما داروا لايك، داروا شير، داروا كومنت، داروا تشاهده كامل. وهذا صراحة ما يهمنه بكثيرا. قد ما يهمنه أننا نعرفوا كيف حال الناس شافوا الادس وبركوه في الليان. الآن هذا الوقت بورسنتاج مهم. لحقاش إذا قدرتوا الفرق ما بين All و Link Click True Rate. سوف أدخلوا نجوز فصلة 84. هنا ديما أدخلوا كثيرا. ديما هنا نطالع و هذا ما يحكمن صراحة. هنا Link Click True Rate مهم بزاف أننا نعرفوه. فهنا سوف أعطيكم أحد الخاصية اللي هي كما نقوله تمشي على كل شيء. لحقاش هنا بزاف ديالك خطاغ و بزاف ديال العوامل يخليك سوى تقتل سوى تخلي عن طريق هذا Link Click True Rate. الغمليك تكون يالله كالتستي واحد البرودكت فمن الأحسن أن Ctr يكون طالع بزاف. من الأحسن أن Ctr يكون طالع أنه يدد من مثلا بغيوط سكيلين. نتعمدت أنه نقول لكم في بغيوط سكيلين لن تقومون خايفين. سحب لكم سكيلين راه شيء حاجة ولا ما عرف ما سوف نديره. سكيلين راه هو زيد البودجيت. زيد البودجيت إن شاء الله نحاول أنني ندير فيديو أنني نسكيله قدامكم. و سوف نحاول إن شاء الله نديرهم ما أنا غاديب الترتيب. و كيفما أقول لكم. Ctr هنا كل مما كان طالع و كل مما أحسن. مثلا هنا عندي 24-41 نسبة يدر Ctr هابط. ولكن في سكيلين راه ما كيبقاش هابط علاش لأنني كنو اللي كنحط فلوس كتر. من اللي كنحط فلوس كتر. ناس كتر كيشوفو. ولو اللي كيشوفو ناس كتر. راه ما غا نجيبش دوك الناس مثلا اللي كيشوفو شوية و كيدخلو شوية. فغاليبا كيكون طالع. هذا ما يعنيش أنه. Ctr ديالي هنا مقصوش يكون طالع وخف سكيلين. ولو كيفاش نتفادى هاد القضية ديال Ctr. و كيفاش Ctr كيحكم على المنتج. و خلينا نعرف واحد المنتج وش مور بحول الله. فالCtr عنده علاقة دايركت بالكرياتيف. الكرياتيف. على أخو سفديا. ممكن أنني نجيب واحد الفيديو. والCtr ديالي يكون هابط. سوف أبادغ بأن البرودكت مخدامش. ولكن الكرياتيف اللي أنا صيبتلي. للكرياتيف اللي أنا ازيتها من عندي واحد وحطيتها. راح مخدامش. سوف أدخسني نجيب كرياتيف اللي خدامه. كرياتيف اللي تكون مزيانة. و كرياتيف اللي كتكون. ذاك شي علاش. كان انفايتكم أنكم صايبو كرياتيفز مزيانين. و كرياتيفز اللي خدامين. و كرياتيفز اللي غيجيبو لكم مبيعات المنتجات ديالكم. كان الناس اللي غيقدروا يشوفوا الفيديو اللي كنتدرت مؤخرا في يوتيوبر. كرياتيفز اللي غيجيبو كرياتيفز. و فيه بالضبط كتليكم إلى. بغيتوا أننا نصايبو لكم كرياتيف. دانيا سيغفز ديال بنس آد ميديا. اللي احنا كان نصايبو لكم كرياتيفز. سوف تقدر تدخليه و نصايبو لكم إن شاء الله كرياتيفز اللي كي يكونفرتيو. ذاك شي علاش دبها كن هدروع للسي تي ار. فالسي تي ار هو عنده علاقة ديركت بالكرياتيف. والسي تي ار كي خليك. انه تعرف عن طريق هالاللمشكل presumably. اللي اخرجي سيارها لك البداية لك المهم. اللي على المهم. مشكلته مثلا ارتض stehen الم成جلاتين و موضوع البداية. server douceản بعد نسayer 0.0.0.0.0.5 .0.0.0.0.0.0.0.0.0.z سيرتجف الحواجزز حياة بها محاسية ايافة ما بم vegetable ways. ب saat 5 دقيقة أج attracted Wolves Hrip لذلك خاصة المشكلة هنا فإ 걸خصت تساؤل ون softly الساة الشركات سيحرش ولان حذر المس comes out و المس время يسعر ان في نسخة بلوتو كنشوفو الرقم يقوم نقوم نضيطها لزراتهم ان نضيف المبلغ المهم الممكن ان نسخل الممكن ان نحن ان اضيف المجتمع وانا نضيف الانتشافة 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 اضعتنا hasared checkout initiated هو مليل كل اليوم كيوصل لبلاسة ديال's checkout وهاد الcost per checkout initiated كنبغي نعرفه بلش كي بيلي بزاف ديال الحوايج اكيد هم لما تجد الcost per checkout initiated وقارنته مع الcost per purchase راحبائن ما يحتاجو نشرحوه هو شحلكة تخلص على كل مبيعه نغم الموراني مديرش هنا ها نزيدوه اه purchase ونقوم برشاس ونقضي Al cost ونضعه perfect إذا صلحته هنا cost per check out initiated هو 3 cost per purchase هنا هو 4 كيف يبدو أنه لا يوجد مشكلة عندي في الوصفة هنا خمسة وهنا عشره يعني ممكن أن هنا خمسة سوف نعطي مثال جوج دخله واحد الاشراء لحقا هنا cost و هنا عشرة ثمانية و ثمانية وهي سوف كيف يبدو cost per purchase فطرح الاشتراح هنا خمسة ثمانية و هنا خمسة ثمانية و هنا خمسة ثمانية و الفترح و لا يتم تطلقه لم تأكل زي رأى بصفة لا تتطلقه هنا شيئا سهلا عندك مشكل في الى payment ن Якوة المشكل في المشكل في المشكل Authentic يسقط هنا يوجد ما يوجد من المشكل أو ترى من المشكل ما يوجد على شريعة المشكل او ما يوجد ما يوجد عن طريق الميتريكس في الفيسبوك ستقدر تفهم بزاف هذه الحوايش انا صراحة عندها حاولت من تحمق بزاف توقتو انه وكين الناس مبتدئين وكين الناس المبتدئين وكين الناس المبتدئين انا كنحاول نكون في الوسط ونحاول نوضح لكم المعلومة قدر الامكان باش تفهموها كاملين صراحة ان هدو ما الميتريكس اللي كبينو لي انه كان من الاحسن انهم نهضر عليهم اليومة من الاحسن ان شاء الله سنزيد part 2 3 و10 ومعش حال ايها part ان شاء الله اللي سنزيد سوف نرى المنتقى لكم كنحاول نرى نرى ما نقدر نعاونكم فيهم فخلوا لي لي منطقة لكم حاولوا تكتبون ذلك اللي بغيتوني نهضر عليها ذلك اللي باقي عندكم في غموض وبغيتوني نوضح لكم كتر حاولوا تكتبوا لي اليوم ان شاء الله علشتعمت ان انا ندر لكم مستعد الاد اكاونت غير باش تشوفوااد اكاونت في سكاين او ممطن نوركم بالديتة يعني ما شغل نبقى نهضر هاكا ما كان لاش سوى هذا ما كان كنتمنى انكم تكونوا استفدو من هاد فيديو وكيف ما اقول لكم ديما الى كتستفدو من هاد الكونتنت هاد فبارتاجه مع الناس اللي اللي كتشوفهم مهتمين ديروا دو كومنتيغ لحقاش يوتيوب كتلع الفيديو والناس اخرين لايك الى عجبكم الفيديو هذا ما كان وانطلق ان شاء الله في فيديو جديد موسيقى